قلت سمعنا عن أفلام تم تصويرها في ظروف صعبة سواء ظروف مناخية زي الثلج أو العصير أو الأمطار وغيره أو حتى تحت لهيب الشمس ووسط الصحاري وبين الجبال والثلاجات الثلاجات؟ شلالات أو ممكن تكون ظروف مكانية مثل أنك تصور في دولة فيها حرب أو مظاهرات أو مشاكل من هذا النوع لكن أنك تصور فيلم في الأدغال وبين الأسود والوحوش طاقم عمل فيلمك يكون عبارة عن أكثر من مئة حيوان مفترس هذه جديدة أنا ما نتكلم عن شغل نيشونال جيوغرافيك ولا نتكلم عن أضحك مع غير البشر لا نتكلم عن طاقم تمثيل داخل الفيلم الفيلم هذا أبطاله تقريبا ستة أشخاص بشر وبقية الممثلين عبارة عن أسود ونمور وفهود وفيلة وحيوانات برية مفترسة وسمي هذا الفيلم كأخطر فيلم في العالم مول أنك لما تتابعه بتشوف شيء خطير أوكي وشيء خطير بس إنه مقصقص يعني لأنه خلف كواليس هذا الفيلم صارت كوارث ومصايب مدلدل على قولتهم حوالي سبعين شخص من طاقم العمل أصيبوا إصابات خطيرة وتمنق لهم إلى المستشفى ولما أقول لك إصابات إحنا ما نتكلم عن خمشة أط صغيرون إحنا نتكلم عن جروح من أبو خمسين غرزة ومن أبو مئة غرزة ناس تكسرت رجولها وناس جاتها غرغرينة وناس كانت على وشك إنها تموت فوضى ما الله بها عليم خلفها هذا الفيلم وراءه وليتو حتى نجح فشل بكل الطرق وبكل الأساليب وبكل اللغات وبكل الدول بل إنه الزوج والزوجة اللي هم أبطال الفيلم واللي مولوا الفيلم تطلقوا أعلنوا إفلاسهم بعد الفيلم مباشر فتعالوا اليوم وخليني أحكي لكم قصة قصيرة عن فيلم رور أو زئير الفيلم الأكثر خطورة على الإطلاق وكيف تم تصويره وقد إيش كلف تصويره وإيش صار بعد ما انتهى تصويره وكيف قدر صناع الفيلم إنهم يجي معه أكثر من مئة حيوان مفترس في فيلم ومكان واحد يهلا والله بالجميع معكم الوجيه كيف حالكم يا جماعة إن شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية على السريع علشان لا نطول عليكم لايك واشتراك في القناة لو ما كنتم مشترك وفعل جرس التنبيهات وصور الشاشة الحين وتعال تابعني على سناب شات واربط حزامك وخلينا نبدأ أول شيء الفيلم هذا اسمه رور أو زئير صدر سنة 1981 وتم البدء في تصويره قبل 11 سنة من تاريخ صدوره تخيلوا 11 سنة وهم يفحطون مع هذه الحيوانات المفترسة لعلهم يطلعون بفيلم زي الناس طبعا لما تقول 11 سنة تصوير تتوقع أنك بتشوف فيلم مرة قوي أو على الأقل جيد إلى حد ما 7-7.5 ولكن للأسف الفيلم فشل في شباكة تذاكر وخسر أكثر من 15 مليون دولار ولا جاب حتى ربع خسائره طبعا لو أنه شركة إنتاج خسرت هالمبلغ مثل وارنر برادرز ولا ديزني قسيطة يا عمي الأرقام هذه يقدروا يعوضوها بأي فيلم بعدين ولكن للأسف اللي مول هذا الفيلم هم الزوج والزوجة مارشال اللي هم برضو أبطال الفيلم وعلشان يوفرون مبلغ 17 مليون دولار لتصوير هذا الفيلم يضطروا أنهم يبيعوا بيتهم الكبير جدا في لوس أنجلس وباعوا مزرعتهم وباعوا أملاك كثيرة ثانية لهم وأخذوا قروض إليه قالوا آمين فنبقي لهم بس شوية كذا ويبدأوا يبيعوا كلاهم وأعضاءهم الإضافية خلاصة الكلام إنهم باعوا اللي قدامهم واللي وراهم علشان هذا الفيلم اللي كانوا يتوقعون له النجاح ولكن خلونا نرجع كذا لقبل الفيلم وكيف جات فكرة الفيلم هذا أصلا الزوج والزوجة مارشالي جماعة الخير كانوا في أفريقيا كذا مرة من المرات وشافوا محمية السود وحيوانات كذا مفترسة جالسين مع بعض ومرة عجبوا ما الوضع عجبهم قالوا يا ولد إيش هالفل هذه نبغى نجيب حيوانات عندنا في البيت في أمريكا وبعلا هم أصلا أثرياء الزوجة كانت ممثلة وقدمثلت مع المخرجة الكبير ألفريد هيتشكوك والزوج كمان كان يشتغل في مجال السينما من زمان فكانت هذه الخطوة مش صعبة يعني صرف كم حين نجيب يعني مليون مليونين على حيوانات جيب يا مدير والله بالفعل جابوا مجموعة من النمور والأسود والفهود الصغار إلى بيتهم في لوس أنجلس وبدأوا يربوهم ويكبروهم وعيشوهم كمان مع أطفالهم يعني يحكي الزوجة الزوجة يقالوا أنه كانوا الحيوانات هذول يناموا مع أطفالنا في سرورهم الوضع كان مرة حيوانات أليفة واستمر الوضع هذا إلى ست سنوات خلال ست سنوات تكاثرت هذه الحيوانات إلى أن نوصل عددها إلى حوالي سبعين مدرمية حيوان أعداد مهولة نمور على أسود على فهود على كمفيل على شوية بجعات ومن هذا الكلام بعد فترة وبطبيعة الحال الناس بدأت تنزعج يا أبو يا بيت الجيران مليان أسود ونمور وفهود وفي إيش هذا إزعاج نبغى ننام ما نقدر كله زئير وصراح فالزوجين قالوا يا حبيبي ما لنا وما للمشاكل أوكي اسفين يا جماعة زعجناكم فراحوا واشتروا مزرعة كبيرة ونقلوا كل الحيوانات المفترسة هذه إلى هنا وخلال كل السنوات هذه اللي هي ست سنوات تربية حيوانات وتكاثرها ونقلهم خلال المزرعة والكلام هذا جالس الزوج والزوجة يفكرون كيف نصنع فيلم عن هذه الحيوانات المفترسة ونجيب من وراء فلوس فلوس كتير أوي وبالمرة نوري العالم إنه الحيوانات المفترسة ما هي مفترسة بالفعل وإنها ممكن تصير صديقة للإنسان طبعا السيناريو المقترح كان يعني كويس مش بطال ولكن قضية إنك تخلي حيوانات تمثل قروشة ترى الحيوانات ما تعرف 1-2-3 اكشن ابدأ تصوير ما فيه هبت هبت كان الفيلم عبارة عن ارتجال ونصوص من الكيس وفوضى عارمة في قصة أساسية ولكن سيناريو مضروب وتمثيل الله بالخير المهم يا حبيبي والله وبالفعل جاء الموعد المنشود وقالوا يلا بينا تصوير مين البطل يا حبيبي قالوا يا جماعة الخير والله ما في أحد أعلن مية إعلان ما في أحد راضي يمثل دور البطل إيش أمثل مع أسود إنتم صاحين الأب مارشال قال أفا عندي عندي وأنا أبو هندي أنا أمثل دور البطل ومين فيه أكفأ مني أصلا أنا اللي ربيت هذه الأسود والحيوانات وراح أعرف أمثل معاهم ما يعرفي مثل مره ما يعرفي مثل طيب وكي مين بطلة الفيلم والله برضو ما لقين أحد يمثل دور بطلة الفيلم قالت الزوجة مارشال عندي والعشة مندي أنا أمثل دور البطل ومين فيه أكفأ مني أصلا طيب وكي حلو البطل والبطلة ولقناهم بس أبطال قصتنا عندهم اثنين من الأبناء وبنت واحدة زوج وزوجة وابنين وبنت يحتاج ممثلين يقوموا بهذه الأدوار والله برضو يا ولد ما في أحد راضي يمثل في هذا الفيلم لجعل أم والأب قالوا خلاص أولادنا الاثنين جون وجيري راح يمثلون دور أبناءنا برضو داخل الفيلم أم وأب حقيقيين وأبناءهم الحقيقيين يمثلون إنهم أم وأب وأبناء حلو الكلام مو مشكلة ومين فيه أكفأ من أبناءنا اللي تربوا وكبروا مع الحيوانات هذه ما يعرفون يمثلون مرة يا جماعة يا السلام كده حلو بقيل أنا بس نجيب ممثلة تقوم بدور البنت وبعد لفوا دوران وحوسة لقي واحدة تمثل دور البنت وبيشق الأنفس وبمبلغ كبير جدا وكان الدور من نصيب الممثلة التعيسة ميلاني غريفث ليش قلت تعيسة حتعرف بعد شوية ولو بالفعل شالوا هذه الحيوانات ويلا بينا على أفريقيا تصوير 3 2 1 أكشن عائلة مارشال واللي تفاهتهم كانوا متوقعين أن تصوير الفيلم راح ينتهي خلال 6 شهور أو بالكثير يعني 9 شهور إذا مرة أخرنا ولكن فجأة الموضوع وصل إلى سنة فجأة سنتين ثلاثة خمسة ستة عشر 11 سنة 11 سنة تصوير كيف كذا إيش هذا مو الموضوع 6 شهور الفكرة يا جماعة بقول لك ليش باقم التصوير يا جماعة كل شوية قدم استقالة واحد كذا فجأة أنا بطلت مش هشتغل معكم سلام عليكم إما بسبب هجوم أسد عليه ولا بسبب ضربة من مخلب نمر ولا بسبب عضة من أسنان فهد ومعدات التصوير كمان كل شوية يستبدلونها ويجيبوا أشياء غيرها لأنه في أسد هجم ولا في نمر هجم ولا بسبب أنها طاحت وتكسرت كل هذا يهون هذه الإصابات والحادث اللي قاعد أكلمكم عنها للحين أمورها تافهة المصيبة أنه واحد من المصورين هجم عليه أسد وعضه في راسه وتسبب له في إصابة خطيرة لأي مدى خطيرة أنا عارف ودك تسأل لدرجة إنهم خيطوا رأسه بمئة وعشرين غرزات خيل مئة وعشرين غرزة في راسك إيش هذا فروة انقشعت وخيطوها من جديد فوضى فوضى تعرفش يعني مئة وعشرين غرزة وبعد هذه الحادثة بالتحديد انسحب جزء كبير من طاقة من المصورين قالوا يا بوي بنمشي مش عايزين فلوسكو إحنا بخير أهمشي إحنا بخير ما عظني نمر ما أكلني أسد أنا بروح بيتي يعيش مع أهلي أنا أفضلي إيش قاعدني معاكم المهم طب طب ليس يطلع كويس جيب مصور جديد جيب طاقم جديد ومشي الأمور شوية يا حبيبي إلا الأب مارشال نفسه اللي رب هذه الحيوانات بنفسه مرة تجي عظف إذنه من أسد مرة ثانية تجي ضربة من مخلب نمر كل شوية تجي إصابة توقفة تصوير أسبوع وأسبوعين وأحيانا شهور بس برضو إيش كل الإصابات هذه كلام فاضي لأنه في واحد من المشاهد الخطيرة الأب مارشال هجم عليه واحد من الفهود وتسبب له في إصابة جدا خطيرة بل إنه الجرح وصل إلى مرحلة الغرغرينة وكان بيروح الرجال في ستين داهية تطروا إنهم يوقفوا تصوير إلى كم سنة إلين يتعافى الأب ورجعوا وكملوا إيش الفضوة اللي فيهم ذي أنا عارف أنت قاعد تقول نفس الكلام هذا بس ترى الموضوع معادي ينفع خلاص لا رجوع أنا خسرت وخسران ملايين لازم نكمل الفيلم الميني بستين نيلة هذا بأي طريقة قال من من ورجع قام بالسلامة وفي مشهد ثاني الممثلة تعيسة ميلاني غريفث اللي قدمت دور البنت إلى حادث بسبب هجوم أسد عليها ومش هجوم بسيط ولا خدش صغير ضربها الأسد على وجهها بمخالبه إلين شوه وجهها تماما وخيطوا لها وجهها بحوالي خمسين غرزة خمسين غرزة أنا سوولي ثلاث غرز إلى الآن أثرها موجود في يدي خمسين غرزة وفي الوجه يا زاتر وعملوا لها أكثر من عملية تجميل إلين قدروا يرجعوها إلى شكلها الطبيعي عرفتوا ليش قلت عنها تعيسة في البداية الممي عبي بعد الإصابة ذي الممثلة قالت لهم لا أبوكم ولا أبو فيلمكم مع السلامة وحياة أمي معادي أمثل معاكم وشالت شنطتها ومشيت بس المشكلة موش هنا الغريب في الموضوع إنها رجعت وكملت معاهم تمثيل ما عرف ليش وشلون وكيف يمكن ومش بس كده وفي مشهد ثاني وأثناء تصوير الفيلم الأم مارشال طاحت وانكسرت على رجلها كسر الرجل بسيط يا عمي تجبيرة وكم يوم وبالطيب إن شاء الله بعدها هجمت عليها لبوة وشقت راسها وخيطوه بثمانية وثلاثين غرزة إيش الفيلم هذا؟ إيش الفيلم هذا؟ قال لك نخلصوا في ستة شهور وين؟ وين ستة شهور وين؟ طاقم التصوير اللي جوه المستجدين أو اللي حضروا المشاهد هذه قالوا يا بويا ما راح نكمل شغل إلا من جوة قفص أنا أدخل جوة قفص وأصور غير كده لأ وسود يا حبيبي أنا فاضي ألقى نفسي متكي داخل معدة أسد ولا نمر غير إنه الزوجين وأبنائهم كانوا يضطروا إنهم يصوروا بعض المشاهد بأنفسهم تعال يا ست تعال يا ولد تعال شيل الكاميرا يا بابا معرف تعال شيل الكاميرا وصور مو راضي يصور الرم ذا خايف من الأسد والله من حقه يخاف من الأسد ومصورين كده فجأة بعض المشاهد يقول لك لا أنا ما أصور ذا المشاهد فكانوا يروحوا يصوروا بأنفسهم غير إنه جاء فيضان ودمر سد كبير في المنطقة ومات على إثر ومجموعة كبيرة من الحيوانات هذهك غير إنه جاء حريق في أحد الغابات وخلى الحيوانات هذهك تهيج وتهرب غير إنه حصلت إصابات كثيرة ثانية زي ما قلت لكم تجاوزت أكثر من 70 شخص من طاقم العمل فوضى ما بعدها فوضى حصلت في سبير تصوير هذا العمل يا لطيف ولكن مثل ما قلت لكم الزوجين مارشال وصلوا للمرحلة ما نقدر نوقف يا بويا خسرانين 17 مليون دولار بيعنا أراضينا بيعنا بيوتنا ومزارعنا لازم نكمل هذا الفيلم بأي شكل من الأشكال ومهما كلف الأمر لو إني أخلي الأسد في نهاية الفيلم يا كلني أكل حقيقي صر مافي نشوف لنا طريقة ألمم يا حبيبي وبعد 11 سنة 11 سنة أخيرا انتهى تصوير هذا الفيلم التعيس وقالوا يلا الآن لازم ننزلوا سينما ورح يضخلنا على الأقل كم 100 مليون لازم ونعوذ خسارتنا وخلاص ومعاد نعيدها غلطة لن تتكرر وللأسف ومن أصل 17 مليون دولار خسائر الفيلم حقق كم 2 مليون وقفل وشاتو من السينما طلعوا الفيلم ذا ما أحد يبغى طلعوه 2 مليون على العالم على العالم عن أي قهر وعن أي حرقة عن أي استثمار فاشل وعن أي خسارة أحكي لكم 17 مليون دولار راحت هباء منثورة حتى الـ 2 مليون دولار هذه اللي جابوها ترى معظمها جات من اليابان وألمانيا ما أدري وش سالفت الألمان واليابانين مورة عجبهم الفيلم ألمم يا حبيبي بعد سنة من عرض الفيلم هذا تقريبا وعلى إثر المشاكل المالية اللي حصلت لعائلة مارشال الزوج والزوجة مارشال أعلنوا انفصالهم وطلاقهم رسميا أتوقع والله أعلم طول هذه السنة اللي بعد عرض الفيلم كانوا مقضينها سب وشتايم في بعض أنت اللي خسرتيني فلوسي الله ينتقم منك أنت اللي خسرتيني فلوسي الله أكبر عليك أنت اللي قلتي لي روح جيب حيوانات وأسوت ماني مالي عيني أقول لك حاجة طلقني أنا عوزة طلق الحين فلاصة الكلام يا جماعة أنه الفيلم فشل فشل ذريع وكان وما زال نقطة صوداء في سجل عائلة مارشال ولد مارشال انتم من اللي سوئ انتم اللي سوئة الفيلم حتى من ناحية التقييمات الفيلم أخذ تقييم تقريبا 6 من 10 على الموقع IMDB والنقاد سلخو سلخ ولا رحمو في المراجعات أعطوه لنقال آمين وعلشان أكون منصب يا جماعة أنا تابعت الفيلم والله فيلم مرة جريء مرة جريء ما هو حلو يعني تقدر تتابع وأنا تابعته إلى النهاية صراحة طول الفيلم للأمانة مخروش حبسة أم فاستر كده على أعصابي يا بويا كمية نمور وأسود مع بعض يا بو إيش ها هذا منظر منظر يخوف الغريب في الموضوع أن الفيلم ما يظهر أي إصابات حقيقية مجرد كم إصابة بسيطة كده يمكن هي اللي ظهرت في بداية الفيلم وباقي الفيلم مرة نظيف مجرد حيوانات تطارد ورى بشر طيحات وشقلبات ومشاهد خطيرة يعني إلى أحد كبير مش مشاهد جروح وإصابات وفي نهاية المطاف وبعد تصوير الفيلم وعرضه مات عدد غير قليل من هذه الحيوانات المفترسة إما بسبب الأمراض أو بسبب الحوادث أو بسبب أنه تم قتلهم أثناء هجومهم على أي أحد ولا في خبر هل عائلة مارشال ما زالت محتفظة بباقي الحيوانات هذه ولا لا الله أعلم ممكن محتفظين فيها ممكن سلموها لحدايق حيوانات أو وطلقوها في البراري هذه ببساطة كانت قصة أخطر فيلم في العالم أو فيلم رور أو زئير واللي صدر سنة 1981 الفيلم مصنف لمنهم فوق 15 سنة ومدة ساعة ونصف أخيل 11 سنة تصوير على شن ساعة ونصف يا خراشي إلى هنا نكون وصلنا لهاية الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر العجيب وتفعيل جرس التنبيهات عشان توصلك فيديوهاتي أول بأول تعال تابعني على سناب شات لمزيد من القصص والتوصيات واليوميات الكويس يوم معكم ولوجيه أشوفكم في الفيديو القادم